تمامنا دلوقتي على الشاشة لقطات من القصف اللي بيحصل في قطاع غزة صور مرعبة لمجرد بس مشاهدتها وتشعر وكأنك تشاهد فيلم سينمائي ولكن للأسف هو واقع اللي احنا بنشوفه ده هو الواقع وهو ده الفيلم المأساوي والكابوس اللي بيعيشوا أهلينا في قطاع غزة قصف مستمر ويعني شيء مؤلم جدا في الصور اللي حشوف صدقت السيادتك الحقيقة هو كابوس أسود نعيشه هذه الأيام يعني لم نحلم في حياتنا أن نرى هذا البشاعة وهذا القتل العمد وهذا القتل الأبرياء وهذا التطهير العرقي الواضح يعني كل ما هو ذكرى في قانون الدولي القنود الجناء الدولي فيما يمثل أركان جريمة من جرائم الحرب كانت موجودة في هذا الأكداء الغاشم الكامل الصيوني للأسف الشديد جدا يضرب عرض الحائط كل المواطق الدولية يعني ما فيه أنا يعني احنا ما بيش حد حتى في الغرب بتكلم على فكرة وجود وصفة حقوق الإنسان اللي هي يعني كانوا بيتشدقوا بها وبيكبرون احنا شفنا البرلمان الأوروبي من حوالي عشر تيام أو اتناشر يوم تحديدا بيتكلم على مصر عشر تيام توكيلات ما مش عارفين نعملها في الشهر العقاري النهاردة قتل بالألافات أمامه يراها على كافة شاشات تليفزيوناتهم الحقيقة يعني ولكن فيه حاجة بل بالعكس برفع الإعلامة الإسرائيلية في مواجهة الشعب الأعزل المشاهد اللي احنا بنشوفه دلوقتي هو حي ومباشر من غزة هذا القصف اللي بتعرض له غزة الآن يعني دي مش مشاهد الآن اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي ما يحدث في حين ان احنا بنحاول فقط ادخال المساعدات الغذائية والدوائية والإنسانية لأهالي قطاع غزة اللي بيتعرضوا لحرب شنيعة وبيتعرضوا لإبادة جماعية حتى يعني ده كان واضح جدا باستهداف المستشفيات وممكن المستشفى اللي احنا شوفناها مبارح كانت يعني خير دليل على ما يحدث والتعنت للحد اللحظة الأخيرة عن انه مفيش ادخال للمساعدات وكمان الرسالة الصريحة والواضحة جدا من زيارة الرئيس لأمريكي جو بايدن لتل قبيب واعلانه بشكل واضح مسندته لما حدث لإسرائيليين يوم 7 أكتوبر تفضلي فدر عندي حق ساتك يعني احنا بنتفرج على مشاهد زم ساتك وصفتها بالكابوس الأسود يا فعلا كده وللأسف الشديد جدا من الإدارة الأمريكية كانت تستطيع من أول يوم انها توقف هذا النزيف وتنجي هذه الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل من هذه المسبحة التي تتم لحظة بعد لحظة في فلسطين ولكنها لا تريد ذلك الإدارة الأمريكية أصبحت بشكل مباشر وواضح تدعم إسرائيل كما تفعله أيما يكون الحقيقة يعني يعني رسالة الصيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دي هذا الشأن كانت أفضل ما قيلة في السياسة المنصرية تجاهة القضية الفلسطينية حتى هذه اللحظة رسالة واضحة حقيقية شفافة لتفح حوله المعارضة قبل المؤيدين يعني الحقيقة وكلمات واضحة لا تقبل اللابس ولا تقبل التأويل نحن داعمون لهذه القضية إلا ما لنجاية الكلمة اللي حضرتك بتقولها دي مظبوطة جدا فكرة إنها كلمة واضحة مش محتاجة ومع ذلك هتلاقي اللي بيأول برضو ولكن الكلمة واضحة يعني بالكلمات في موضعها فمسترد إنها لا تقود صحيح عندك الكلام موضح بس اللي عايز يطلع فيه حاجة ممكن يطلع ولكن للأمانة الشديدة خطاب سياسي مرفيع المستوى كلام حازم وقاتل ولا نستغرب هذا على الرئيس الستيسي لأنه مقاتل ويعي ويحس جيدا ما يفعل الأرض الآن يعلم يعني إيه قتل بأن يسلح عسكري موجه ضد مدنيين الحقيقة إحنا بنقول بشكل مباشر لا بد أن تقص إسرائيل الآن 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 وبه بد أن العالم يعني 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 يقص بمسؤوليته الحقيقية دي جهاز الشعب الأعزل بنطالب الوطن العربي في المؤتمر اللي ازدى عليه السيد الرئيس الحقيقة يعني يكون مخرجات المؤتمر مختلفة عن الشعب بولئدانة كما كان يفعل في الجامعة الدول العربية